مساء الخير وأهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من كل يوم نبتديها فورا بأخبار مصر أخبارنا النهاردة هنبتديها من وزارة الصحة وده البيان اللي احنا بنستناه كل يوم أعلنت وزارة الصحة والسكان اليوم السبت عن ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليا من إيجابية إلى سلبية يعني ناس كان عندهم الفيروس وتأكدنا أن كان عندهم ودلوقتي تأكدنا أيضا بالتحاليل أنه خلاص ما بقاش عندهم 161 حالة يعني الناس اللي أزعنا عنهم أرقام فيما قبل أن عندهم حامل فيروس كورونا وتأكدنا من ده باختبارات معملية نفس الاختبارات دي أكدت لنا النهاردة أن 161 حالة نتائجها طلعت سلبية وبالتالي أصبحوا مش موجودين في هذه الحالات الصحة قالت كمان أنه خرج خمس حالات لمصريين تماما رجعوا بيوتهم بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفاقهم طبعا الحالات اللي هي بالنتائجها بتبقى سلبية برضو بيخلوهم فترة عشان يتأكدوا قبل ما بيخرجوهم من المستشفى وارتفع عدد المتعافين من الفيروس إلى 121 حالة حتى اليوم من أصل 161 حالة التي تحولت نتائجها معمليا من إيجابية إلى سلبية الحالات الجديدة تم تسجيل 40 حالة ثابتة إيجابية تحاليلها معمليا وميبينهم حالة لمواطن أردني و39 مصري وهم من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقا وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تجريها الوزارة وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية في عندنا ست حالات وفيات منهم رجل إيطالي يبلغ من عمر 73 عام وخمس مصريين تتراوح أعمارهم من 57 ل78 عاما من محافظات القاهرة ودمياط والمينيا وبرسعيد وإجمال العدد الذي تم تسجيله في مصر فيروس كورونا المستجد من يوم ما طلع موضوع الفيروس ده لحد الوقت 576 منهم 121 حالة تم شفاءها وخرجت من مستشفيات العزل تماما و36 حالة وفاة ده الوضع ودي الأرقام ودي الإحصائية اللي بتتكلم عن نجاح الإعلام ولا نجاح الشرطة ولا نجاح الأجهزة ولا نجاح الوعي ولا نجاح المواطن المصري هو دي النتيجة النهائية اللي بنتطلعها كل يوم إحنا ما زلنا بنتكلم من 30 أقصى مرة طلع 55 حالة في اليوم مثلا على ما أتذكر يعني فإحنا ما زلنا في الرنج ده يوميا وبرضو كويس إن الوزارة بتطلع لنا دلوقتي الأول عدد اللي تم حالاتهم انتقلت من إيجابية إلى سلبية مش معنى كان هم هيخرجوا لا اللي بيخرجوا بقى ده رقم تاني فلما بيقول إنه ما تم تسجيله في مصر و576 حالة منذ أن يعني وصل هذا الفيروس إلى مصر حتى الآن مش ده الرقم الحقيقي بقى اللي موجود دلوقتي مرضى لا فيه ناس منهم محسوبة في الرقم ده لكنها في بيوتها وبالتالي المعدة اللي احنا باشيين فيه 30 40 45 الحاجات اللي احنا باشيين فيها دي حتى هذه اللحظة وفقا للمعدلات العالمية مقبول فالناس بتتحدث دايما عن خطورة أسبوع عن أسبوع ليه؟ عملوا دراسة بره قالوا إن الأسبوع اللي جاي اللي احنا فيه ده واحد من أهم الأسابيع المهمة في عدم الانتشار ليه؟ انت قفلت الدولة بتاعتك يعني الدولة خلاص ما بقاش بيجيلك من الحالات التانية أنت لو درست أصلا الخمسمية ستة وسبعين دول كلهم جايين من بره تمام؟ أو معظمهم جاي من بره والباقي انتشر منه الفيروس لأريبه أو نتيجة لقاءات اجتماعية موجودة هنا في مصر إحنا حصرنا الدايرة دي وعلى قد ما قدرنا حصرناها فحصرناها فبقى الزيادات أصبحت بسيطة زي ما انت شايفين 30-40 مقارنة بعدد سكان مصر ده رقم بسيط السؤال ليه بتسأل وزارة الصحة وانت بتروح تكشف في الأول انت خلطت مين؟ انت سافرت ولا انا سافرتش؟ ده بيوفر حاجات كتيرة جدا المعلومة اللي هقولها دي مش طبية بس بإذن الله بإذن الله يعني اللي ما خلطش حد مسافر أو كان مسافر أو في الدايرة بتاعت السفر ومحافظة على موضوع غسيل إيديه والنظافة الشخصية ولم تزع عليه أي أعراض أعتقد أن الدنيا تمام يعني أول سؤال بتسأل وزارة الصحة العمرة انت كنت فين؟ سافرت في إيطاليا؟ سافرت في لندن؟ هل في حد من قريب بجي من لندن أو إيطاليا قريب؟ هل حد جي من عمرة قريب؟ هل حد عام شفقيه قريب؟ فالأسئلة دي انت سألها لنفسك مع نظافة الإيدين والمحافظة على الوقاية اللي احنا للنهار في وسائل الإعلام بنزعها إن شاء الله الدنيا تمشي في إطار سليم وإحنا ماشيين في نفس السكة دي ما زالت